نظم معهد البحرين للتنمية السياسية ورشة عمل حول النظام البرلماني البحريني ضمن فعاليات برنامج مهارات السياسية ثلاثة هذه الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات رؤساء الأقسام في الوزارات والمؤسسات الحكومية وتأهيل كوادر وطنية تسهم بالنهوض بالعمل الحكومي من خلال التركيز على الجوانب السياسية والقانونية التي تهم المشاركين وتضمنت الورشة عددا من المحاور حول مفهوم النظام البرلماني البحريني والأساس القانوني لنظام المجلسين في المملكة والاختصاصات التشريعية والرقابية لمجلسي الشورى والنواب والعلاقة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ودور وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب في تحقيق التعاون والتنسيق بين طلبات المجلسين مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية من جهتها أكدت السيدة هالة رمزي نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشورى على الدور الذي يلعبه المجلس ضمن السلطة التشريعية في المملكة كونه يعكس رؤية جلالة الملك المعظم في خدمة أبناء البحرين وما يشكله كصمام أمان في العمل التشريعي الورشة التي قدمناها كانت عن نظام برلمان البحريني وتناولنا خلال الورشة أنظمة الحكم في العالم نجأة برلمان البحريني نبذى عن وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب والاختصاصات التشريعية والرقابية لمجلسين الشورى والنواب وخلالها تداولنا الإجراءات التي تم العمل بها في الأدوات الرقابية والأدوات التشريعية ناقشنا نظام الدستوري البحريني مع الدكتور مروان المدرس وكانت له إثراءات كبيرة في هذا الجانب حيث أنه ركز على دستور مملكة البحرين علاقة السلطات مع بعضها البعض أبواب دستور البحرين وكل سلطة شنو اختصاصاتها الدستورية كانت المادة المقدمة قدمت بطريقة ممتازة ومرتبة ترتيب جيد وفرت لنا تحديث كثير من المعلومات التي قدمت فيها شكراً لمعهد البحرين للتنمية السياسية نتمنى أن تستمر مثل هذه الدورات التي توفر فرصة جيدة إلى كل الموظفي الوزارات ترجمة نانسي قنقر